السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد شايف الكيك الجميلة دي؟ النهاردة هقولك طريقة هنعمل النهاردة كيك لازيز جداً هينال أعجاب الكل سأقولك انه بطريقة سهلة كمان وبسيطة جداً شايف الجميل؟ طري وهش جداً وهنعمله في الخلاط ما تنسيش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة ويلا نبتدي وهنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم كوباية ونص من الدقيق وهنخلهم وانخل معاهم كمان مع لقتين كبار من الكاكاو الخام البودرة اللي هو الكاكاو المار وهنضيف عليهم كيس من الباكينج باودر اللي هو خامرة الحلويات 16 جرام وهذه المواد الجفة اللي معانا اول حاجة في المواد السايلة اللي معانا ثلاثة بيطة نضيفهم في الخلاط هنضيف عليهم كيس من الفاناليا وكوب من السكر والمكونات سيبالك في صندوق الوصف بعد كده هنضيف كوباية لربع من الحليب بدرجة حرارة الغرفة وهنضيف نص كوباية من الزيت الزيت اللي هو الزيت الذرة العادي او عباد واللوقتي هنروح نضرب المكونات دي كلها في الخلاط ونرجع عليكم تاني ورجعنا دلوقتي بعد ما ضربنا المكونات كويس جدا جدا في الخلاط وممكن تضربيها بمضرب كهرباء ودلوقتي جبنا المكونات الجفة وقلبناها مع بعضها وهنبتدي نحط عليها المكونات السايلة ونقلب بالشكل اللي انت شايفه ده نخلط المكونات باتجاه واحد بس يعني نخلي ادينا نفس الاتجاه طول فترة الخلط ما نعملش باتجاه وعكسه عشان ده ممكن يهبط معنا الكيك نمزج المكونات كويس جدا جدا قبل ما نستطيع ان احنا نحطها في صانية انا استخدمت في الفيديو صانية مقاش ستة وعشرين علشان حبه ان الكيك ما يكونش عالي ثبتها في الصانية ودخلها الفرن على سامق التسخين على درجة حرمية وتمانين في الرف الاوسط ونجهز الكريمة نحط اول حاجة كوب من الكريم شانتيه الخيم البدرة يكون غير محلة ربع كوبية من السكر البدرة ونضيف عليهم كوبية ونصف من المياه المسلجة مياه يكون برده جدا لدرجة ان يكون كيها قطع صغيرة من التلج كوبية ونصف ونبدأ نضرب المكونات ده كويس جدا جدا مع بعضها لغاية ما تبقى كومها كريمي بضرب الاول خالص على اول سرعة وبعد كده بعلب السرعات لغاية ما اوصل لاخر سرعة واضرب بها لان هو مش هيبقى قوامه كريمي كده ومتماسك معي غير لما اضرب على اعلى سرعة لازم نضرب اغلب الوقت على اعلى سرعة وزي ما انت شايفه بدأ ان هو يتقل معي والقوام خلاص تقل خالص اوه بالشكل اللي انت شايفه ولسه هضربه شوية كمان علشان يبقى قوامه افضل خلاص كده بقى جاهز معي كمية الكريمة هتبقى ازياب معي من اللي انا محتاجية انا حسيت انها كثيرة فهاجيب كوباية كده واخد ملو كوباية من الكريمة اللي موجودة معي هعيني لقى استخدام تاني وابتدي ان انا احط الكاكاو الخام البودرة دول معلقتين كوبار وضفت كمان معلقتين كوبار من النوتلا او الشوكولاتة القابلة للدهن دي بتخلي الطعم يعني افضل بس ممكن تستغني عنها مفيش مشكلة خالص وهنكمل كده مسجوه مع بعض بالمضرب زي ما انت شايفه وخلاص كده بقى جاهزة عندي وهاركن الكريمة زي ما قلتلك لأي استخدام وهنا الكيكت لسه طلع من الفرن اخب بالضبط نص ساعة وهشيله من ورق الزبدة وطبعا مش اساسي ورق الزبدة ممكن تحطي اي مادة دهنية وبطنية بدي وتحطي الخليط عادي مفيش مشكلة ودلوقتي هبتدي ان انا اعمل فتحات بالشكل اللي انت شايفه ده علشان اسئل كيك قبل ما احط الكريمة ودلوقتي جبت اي حليب بأي كمية انا هفضلها انا استخدمت نص كوباية بس من الحليب وابتدت ان انا اسئل بيها الكيك ودلوقتي هنبتدي ان نشكل الكريمة فوقين بالشكل اللي انت شايفه هنبتدي نعمل وردات ده اسهل تشكيل ممكن تعمليه والتشكيل ده كمان ممكن تستخدميه للتورتة بيبقى سهل جدا وبسيط ومش محتاجة احترافية عشان تقدر يتعمليه عامدة كده وردات عليها كبيرة ووردات صغيرة واي اماكن بقى اللي ابوصة هلقي ان الكيك باين منها هبتدي يحط عليها حتى اي وردات صغنانة خالص بالشكل اللي انت شايفه علشان مش عايزة يبقى اي جزء من الكيك باين انا عايزة كله يبقى متغلف ومضغطي وهبتدي ان انا اعمل برضو وردات على الجند بالشكل ده ممكن تعملي وردات كبيرة كده او وردات صغيرة ونبتدي زي ما قلتلي تنغطي كل حاجة وهنا خلاص ده الشكل النهائي لها انا عايزة اقول لك شايفها ترية ازاي السكينة بتعمل فيها ومافيش اربع ولا ادمل من كده منتهى الجمال والروعة وطعمها روعة وشكلها كمان ولو قد انتها لديوك شكلها خطير والبيت كمان عندك هيشكركم كلهم عليها وهي القطعة اللي قطعتها بوريك شكلها جميلة جدا ما تبخلوش عليا طبعا يا بنات بلايك وباشتراك واتفعلوا كمان زرور الجرس عشان يوصلوك كل الفيديوهات الجديدة وهو بوريك دلوقتي اقطع لك منها بالسياشة ازاي مفيش ارواع من كده اتمنى الفيديو يكون للاعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته